السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم عرض فيبنغ واليوم يا جماعة الخير باستعرض لكم منتج من شركة جويتك شركة معروفة صنعوا اكسيد بوكس جهاز صغير شامل خزان للمبتدين طبعا اول ما تلف البوكس على طول بتحصل حاطي لك سكراتش انتشك امسح بيطلع لك الكود بعد ذلك ادخل على جويتك دوت كوم وتأكد اذا كان منتج اصلي او لا طبعا العبوة تنفتح لك بهذا الصورة وبعد ذلك بتحصل في الامام حاطي لك تحذير او تنبيه حق الخزان في طريقة انك تبل الخزان الاخرة الجهاز واسفل الجهاز بتحصل الضمان المانويل حق الخزان حق الجهاز في ورقه كابل شاحن يو اس بي وبتحصل بوكس وداخل البوكس بتحصل الخزان قزاز قطع قيار حاطي لك القاعدة او البار اللي بتحطه فوق الكويل عشان يكبر الخزان وتركب القزاز الكبير بإضافة للأورنغز نس ما تلاحظون في الصورة قطع غيار حق الخزان وكوي القطع غيار طبيعا جماعة الخير وهذا خزان الكسيد نس ما تلاحظون في الصورة مكون من مبسم حاطي لك نس ما تلاحظون نفس الحق الطفل يعني مهما تلف القسمة العلوي عشان ودك انك تعب الخزان لن تستطيع انك تفتحه الا عن طريق الضغط يعني لو ضغطت وبعدين لفيت وبهذا الطريقة بيمفتح معاك نس ما تلاحظون في الصورة يعني حركة سيفتي بالإضافة تلاحظون في الأعلى هنا بيكون حط لك سيليكون السيليكون بيكون حاجب عشان سما يحت تسروا بحط لك الفتحات اللي تشوفونه في الصورة عساس تعبي الخزان وهنا بيكون فتحة الكويل والشفط عن طريق المبسم عساس يطلع معاك النكة والدخان طبعا الناس ما شرحت يا جماعة الخير يعطوك قزاز يكون أكبر شوي يعني هذا الخزان بيتحمل 2 ملي من السوائل والكويل اللي داخله 1.2 حق السحبات الضيقة اللي تلاحظون السحبات الضيقة ويعطوك القزاز اللي بيكون أكبر شوي يعني هذا بيكون 2 ملي وهذا بيكون 3 ملي ونص وطبعا فلاش فلنس ما تلاحظون حاط لك خاتم الهواء فتحة كبيرة لكن إذا بتستخدم الماثولنغ اللي هو الكويل الصغير جدا فتستطيع أنك تروح إلى الثلاث فتحات اللي تشوفونه في الصورة من فتحة صغيرة إلى فتحتين إلى ثلاث فتحات 0.5 يعني تستطيع أنك إذا ركبت هذا الكويل أنك تتوجه إلى الفتحة الكبيرة وبهذا الطريقة بتكون السحبات شوي أكبر ما بتكون كبيرة جدا ولكن في فرق ملحوظ طبعا إذا أودك تبدل الكويل فكل اللي عليك أمسك من لعلة ومن الأسفل ولف وبينفتح معاك نص ما تلاحظون حتى القزاز تستطيع أنك تستبدله بالقزاز الكبير بالإضافة أنك تزيد هذا القسم هذا القسم إذا ركبت في لعلة بيكون عساس تركب القزاز ويكون أكبر 3 ملي لكن أحافظ على هذا الحجم وإذا أودك تبدل الكويل فكل اللي عليك تفتح الكويل تبدله بالكويل الآخر طبعا أفضل أنه بتكون نسبة السائل ما بين 70 VG إلى 50 VG بيكون نسبة مثالية حق هذا الكويل وأفضل يكون 50-50 على اساس فتحات الكويل نسبة ما تلاحظون صغيرة جدا فكل ما سائل يكون أخف كل ما يكون أفضل طبعا حاليا أول ما تستخدم الكويل أول شيء قطر داخل الكويل 1-2-3-4-5 خليه يغرق ما عندك مشكلة حتى لو يحدث تسرب إلى آخرة ما عندك مشكلة أهم حاجة تتأكد أن الكويل مبلول باستمرار عساس تضمن أنه ما بيحدث احترق للكويل وبعد ذلك عن طريق الفتحات اللي على جم تستطيع أنك تعب الخزان 2 ملي حاليا أنا بعبي وبعد ذلك طبعا في أول مرة لازم تنتظر يعني 5 دقاق طبعا القطاء العلوي الحلو اللي فيه اللي فيه السبرينغ اللي اللي قلت لكم عنه أنه ما بيضغط مثلا ويال ثريدينغ يضغط على السائل وبعدين يحدث تسرب طبعا أثناء التعباء لازم تقلق فتحة الهواء لكن لو تلاحظون يعني مع اللف لو تلاحظون فيه سبرينغ هذا السبرينغ ما بيضغط يعني مع اللف لو تريدينغ ما بيكون ضغط داخل السائل وبعد ذلك الهواء يضغط على السائل وبعد ذلك الهواء يضغط على السائل ويحدث تسرب يعني ميزة جدا جدا ممتازة فكل اللي عليك أقلق وخلى الخزان مدة 5 دقاق يشرب وياخذ راحته عساس نشرح الجهاز وهذا هو جهاز الاكسيد بوكس نسموه تلاحظون في الصورة زغير جدا جدا نسموه تلاحظون في الصورة بقى أقارنة بجهاز البريدتر وأيضا لو تلاحظون الفرق يعني فرق بين السمو والأرض زغير جدا جدا طبعا هذا الجهاز بيكون فتلاف ما يعني بطارية جدا ممتازة عندك يوجد شاشة فقط يعني للعرض وليس انك تستطيع انك تغير العدادات الاخرة فتركز ايضا يوجد منفذ اليو اس بي تستطيع انك تشحن وسرعة الشاحن بيكون 1 ام لكن بتكون سرعة ممتازة جدا نظرا لانها بطارية صغيرة يعني 3000 ما بتكون ممتازة في الاسفل حط لك الفنت هول نسموه تلاحظون في الامام حط لك اكسيد في الخلف حط لك جويتك والرشل تلاحظون الأبيض على الاسود ويوجد ألوان عديدة الفايف تن ايضا ممتاز للقاية وحط لك سبرنك لو تلاحظون هذا السبرنك نحاس مطيد الذهب وهذا الشاشة ناس ما شرحت بتكون للعرض بالإضافة لو تلاحظون حط لك نفس القزاز ما تريد اذا هو واضح او لا حط لك نفس القزاز هذا القزاز بتكون فيه اضاءة طبعا عشان تشقل الجهاز كل اللي عليك بس انك تضغط 5 ضربات سريعة 1-3-4-5 وبعدين يطلع لك بنفس هذا الطريقة وعند الضغط يطلع لك هذا الخمس حبات هذا الخمس حبات عبارة انه الفول شارج وكل ما تقل البطارية كل ما بيقل هذا الحبات الى اربع حبات ثم ثلاث اثنتين واحدة وبعد ذلك يعطيك تحذير انه لازم تشحن الجهاز عن طريق المايكرو يو اس بي طبعا نجيب الخزان اسمه تلاحظون في الصورة الاكسيد وايضا تلاحظون كيف الطريقة بتكون كيف شكل الجهاز مع الخزان بهذا الصورة طبعا لا يوجد انك تستطيع انك تغير او من هالقبيل فكل اللي عليك الحين انك تضغط ويطلع لك شعار الجوي تك عبارة يشتغل طبعا الجهاز يعطيك حتى 50 وات لكن ما بيعطيك على طول 50 وات الجهاز بيتعامل مع قوة الكويل فبيوصلها على حسب قوة الكويل الوات لا توجد عندي رقام محددة لكن الكل اللي يعرف ان الجهاز بيعطيك حتى القوة 50 وات نظرا للمقاومة يعني المقاومة كل ما بتكون انزل كل ما بالجهاز بيعطيك حرارة اوات اقوى وطبعا يا جماعة الخير هذا هو جهاز الاكسيد نسو ما تلاحظون في الصورة ردة فعلة يعني ممتازة ممتازة نعم حاليا انا بجرب الاكسيد والخزان مع الجهاز طبعا في خيار اول خيار بيكون اللي هو الخيار العادي اللي تلاحظون اللي يشتغل ويطلع معاك شعار الجوي تك طبعا بحطه على السحبة الضيقة موت لنك ونجرب يا جماعة الخير خلنا ما تلنق فتحة صغيرة جدا نسو ما تلاحظون يعني ما هي الثلاث فتحات طبعا عمل الفتحة الصغيرة ونسحب سحبة الزقاير سحبة الزقاير بضبط والدخان مقبول جدا طبعا خلنا نتوجه للفتحة الكبيرة شوي الفتحة اكبر شي طبعا السحبة طبعا السحبة ولكن بيكون يعني مقبول للمبتدئين نسو ما شرحت سابقا او ايضا الفتحة الكبيرة ايضا ما في فرق كبير كبير ولكن هو يعتمد على الكويل اللي نفس انا ما شرحت سابقا يا انك تركب الكويل اللي هو اللي جاي معه الذهبي بتكون فتحته شوي اكبر او بيكون فرق بسيط او تعتمد على الكويل يعني في النهاية الجهاز هذا بيكون للمبتدئين للسحبات الضيقة اللي حب السحبات الكبيرة هذا الجهاز ما بيناصبه طبعا حاليا الجهاز نسو ما تلاحظون في الصورة يعني يشتغل على النظام الجوي تيك اللي موجود فالجوي تيك بيوصل الوات اللي بيناسب الكويل اوتوماتيك فاذا انت تودك تستغني عن هذا الخدمة وتخلي الجهاز تغريبا نفس الميكانيكال وتعتمد على قوة البطارية فقط كل اللي عليك يضغط ثلاث ضغطات سريع واحد ثلاث بعدين يطلع لك اللون البرتغالي اللون البرتغالي خلاص يعطيك القوة الكاملة من فولت البطارية الى الخزان وبهذا الطريقة بيكون عندك نفس نظام الميكانيكال تغريبا نفس نظام الميكانيكال بيشقلك بدون ادنى مشكلة طبعا الجهاز بسيط جدا وهذا كل شي جماعة الخير خلونا نروح لموقع الجوي تيك وصفحة الاكسيد بوكس ونشوف الصفحة مع بعض وحياكم الله يا جماعة الخير حاليا احنا في موقع جوي تيك دوت كوم وهذه صفحة الاكسيد بوكس مع خزان الاكسيد نسمة تلاحظون في الصورة يوجد خمس الوان اللي هو الاسود الابيض على الاسود البرتغالي الرصاصي والابيض طبعا نحطي لك المقاسات ان ارتفاع الخزان او مع الجهاز بيكون 115 مليمتر صغير جدا عرض الجهاز 41 مليمتر سمك الجهاز بيكون 25 مليمتر طبعا نحطي لك ان البطارية بتكون 3000 ممتاز جدا والشاحن بيكون 1 امب شارج ونفس ما شرحت يا جماعة الخير حطي لك نفس السبرنج عساس تفتح هذا القسم العلوي بالاضافة ان هذا السبرنج ما بيسبب لك ضغط داخل الخزان عساس ما يحدث تسرب من فتحة الهواء ولكن دير بالك عند التعبة دايما اقلق خاتم الهواء عساس تضمن 100% انه ما بيسرب عليك طبعا يوجد كويلين نسو ما تلاحظون في الصورة الكويل الذهبي بيكون 0.5 وبيتكون حق السحبات اللي يكون اكبر شوي اما السحبات الضيقة فبيكون عندك اللي هو الرصاصي 1.2 ووهو موصيينك ما بين 8 و 14 وات فالجهاز هو بيشتغلك على هذا الطاقة طبعا اول ما يوصلك هو يوصلك الخزان 2 ملي من السوائل نسبة قليلة جدا ولكن تستطيع انك تكبر هذا الخزان وتحط الزايد اللي بيكون فوق الكويل الانبوب وبهذا الطريقة تستطيع انك تركب القزاز اللي بيحمل 3 ملي ونص طبعا رابط الصفحة يا جماعة الخير بحط لكم أسفل الفيديو وحط في بالك سواء تشتري من موقع الجويتك ولا من أي موقع آخر كل اللي عليك قبل الشراء أنك تراسل الموقع وتتأكد منهم أن يغيروا لك وصف المنتج ويشحنونا عن طريق الديتشيل أو الفيديكس أو الأراميكس وإن شاء الله توصلك أغراضك بدون أدنى مشكلة وهذا كل شيء يا جماعة الخير وكان معكم أخوكم عرف بيبينغ والسلام عليكم ومحمة الله وبركاته وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة